السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي خلينا نشوف شو فوائد البازيلا السؤال الأول هل تصلح لمريض السكري بشروط لا يا دكتور عقدتنا كل شيء هذا ممنوع 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 لا أنا ما قلت ممنوع أنا بقول بشروط وهس راح تعرف شو السبب ليس بشروط طبعا ممتازة للجهاز الهضمي بتساعد على ليونة الجهاز الهضمي ما بتتعبنا مريحة للمعدة القولون الأمعاء بشكل عام القولون بتزيد المناعة تساعدنا على زيادة المناعة بتقلل من الالتهابات وتحمي الدماغ وتحمي الذاكرة بالذات فيها مواد تحمي الذاكرة بتساعد في تحسن النظر وتحسن الجلد تقلل الدهون الثلاثية أو تساعد في تقليل الدهون الثلاثية وتقليل الكوليسترول وتحافظ على مستوى ضغط الدم أيضا شوفوا فوائد عظيمة وبالتالي تعزز صحة القلب تساعد في حماية وتنظيف الكبد تساعد في الحفاظ على صحة العظام فوائد كثيرة ومهمة جدا للحامل وجود فيتامين سي اي وكي والكولين وبرضو فيها الفوليك أسد اللي هو بكسع وتساعدنا طبعا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ما بتعالج السرطان لكن بتساعدنا في تقليل خطره لها أضرار اللي عنده حساسية كالعادة ما يأكلها الشيء اللي بتحس بأي شيء بعد ما تستهلك أو تأكل البازيلا ما تستهلكها في ناس مش كل الناس بس تاكل وتكثر منها وأنواع أخرى برضو من البقوليات بصيبها مشاكل في المعدة فإذا عندك مشاكل في المعدة بعد الأكل أو انتفاخ أو غازات أو شيء من هذا القبيل فقلل من استهلاكها قدر مستطاع كيف ناكلها أفضل شيء نية عشان نستفيد منها بتطبط بخاشنة بالنسبة إلي طبعا الناس بتحبها مطبوخة مع الصلصات والأمور هاي ابتعدوا عن الزيود المهدرجة وهي جيدة ما فيها أي مشكلة وفضلها أنا مع شوية لبل وشوية جزر نيئة وتأكل كالصلطة يعني هذا طبق كبير ما بأكلها الكمية لكن بفضل إذا بدي أكلها إذا وجدت بهذه الطريقة واللي بيزهقوا مني ومن صوتي أعطيتكم بعض الخلاصة وأما أصحاب التفاصيل اللي بيحب التفاصيل ابقى معنا لتعرف المكونات ومعلومات أخرى مع أنه مؤشرها الإجليسيمي من 18-22 ما فيها مشكلة سعراتها قليلة 80 يعني المية 78% ما فيها مشكلة لكن كم الكربوهايدرات اللي موجودة فيها أو النشويات اللي موجودة فيها 15 غرام في كل 100 غرام عالية جداً عشان هيك لما بناكلها يعني كنا وإحنا صغرنا أكلها حلوة حلوة المذاق ممتازة تسالي يعني نفتحها كنا نروحها بعمل مزارع أو نشتريها وحتى لما أهلينا يشترون نياب نفتح حولنا وقعدنا أكل لأنها زاكية وطعامها حلو هذا السكر اللي فيه من الخمسطعش فيه خمسة ألياف بتظهل قديش؟ عشر تسعة ونص منهم سكر يعني مكعبين سكر مع لكتين سكر هذول في 100 غرام وأنا بذكر لما كنا ناكل البازيلة هاي يعني نكثر وناكل منها ناكل يعني لما تطبخ مع اللحم مع الأرز وكذا نسحب منها شو لمية غرام فنكون عارفين بدك تاكل بازيلة كل بس تكون عارف أنه دخل لجسمك من المية غرام من البازيلة الخضرة أنا بتتكلم عن الخضرة مش الناشفة إذا فيه ناشفة ماستخدمتها فيه هذول مكعبين سكر اللي تستهلكتو كون عارف هيك لأنه هاي نسبة السكر اللي مجدد فيه وفيها نشا صفر يعني نص غرام من النشا بروتين فيها خمسة أغرام ودهون وأحماض وأنزيمات ومضلدات أكسدا وبيتامينات ومعادن تقريبا اثنين أغرام نسبة البيورين اللي هو هذا عشان النقرس فيها اثنين وعشرين الطبيب الياباني اللي ذكرته في مؤتمر في أحد المؤتمرات وتعرفنا على بعض بدلنا الكروت تبعتنا وتواصلنا وكذا فأنا بعرف أنه طبيب يعني باحث بيشتغلوا بشركة تصنيع أدوية أو بشغلة زي هيك فالمهم باليابان فالمهم سألته بعثله سألته قلت له في عندك بحث عن كذا ليه لأنه في أحد الأخوات على ما أعتقد أو أخ ما بدري في التعليقات سألوني عن النقرس فإنه ممكن أقول لك الكميات من البيورين اللي موجودة في كل مادة رح أتكرها من الآن فصاعدة لأنه هذا أجال البحث عاملينه لقريبا 18 أو 20 على ما أعتقد باحثين يابانيين طيب قديش النسبة اللي مسموح لك تستهلكها كل يوم الأمريكان بقولوا 420 أو 450 اليابانيين والبحث هذا بقول 400 ما تزيد طبعا هذا عاني كثير أنا بقول ما تزيدش نسبة البيورين في الطعام اللي تأكله عن 200 عشان تكون في السليم فاللي بحاب يعرف قديش نسبة البيورين اللي موجودة في البازيلة 22 ميلغرام مسموح لك لغاية 200 لا تتعداهم يعني إذا بقول لك معاك لغاية 300 لا خليك في السليم لأنه مع الأيام تتراكم وبتكثر نشوف شو المعادن اللي موجودة في البازيلة طبعا متاسيوم فسفور مغنيسيوم كالسيوم حديد صوديوم منغنيز زينك نحاس وسيلينيوم موجودة كلها فيه العشر هذول الضروريات موجودة نشوف شو الفيتامينات اللي موجودة في البازيلة طبعا عالية فيتامين سي وكي والكولين وفيها كمان فيتامين اي بنسبة ممتازة وبرضو الفيتامينات باقي الفيتامينات اللي هي فيتامين الف وبا مجموعة با موجودة باستثناء بها معش هذا مش موجود فيه وعندي نصيحة اخواني واخواتي نصيحة لا تضيع صحتك او حل مشكلتك لسبب خمس دقائق او عشر دقائق او حتى ساعة او ساعتين ما بينفع اي فيديو بتضغط عليه سواء في قناتكم هذه او قناة اخرى شاهد الفيديو تعلم اخذ المعلومات يمكن يكون حل مشكلتك او مشاكلك في هذا الفيديو ونصيحة اخرى احمي نفسك وابنائك وعائلتك وابدأ الآن ابتعد عن السكر وباقي الممنوعات المذكورة في معظم الفيديوهات اللي موجودة في القناة معظمها يعني بقول تسعين في المية منها موجودة هاي الممنوعات يا تسعين يا ثمانين في المية ولا تتناول الا طعام حقيقي واللي بيسألني شو هو الطعام الحقيقي الطعام الحقيقي اللي ما عليه ليبل ما عليهوش ليبل ما في عليه ليبل هذا طعام حقيقي اما هذا اللي عليه فما هو طعام يعني ما هو أصلا مش طعام وضرره أكثر من نفعه الطعام الحقيقي اللي أنت بتحضره أو بتطبخه في بيتك وبتأكله أنت وعائلتك في يوم في اثنين في ثلاث مش يقعد على رفوف سنوات هذا هيك بيكون طعام حقيقي ولأخواني وأخواتي المدمنين على الأكل ولا يتحدث سكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحديث سكري متى ستبدأ بترك كل هذه المأكلات اللي بتجيب لك الضرر ما بتنفعك هي شكل كأنها طعام لكنها مش طعام هذه ضرر ويا حب ذا إذا بتمارس الرياضة في الجيم إذا استطعت أو رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري سكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسد ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان أن ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه في شيء أهم من اللي راح تستفيده من أي فيديو الأهم أنه شو راح يفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل لهذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربتي الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code وDiabetes Code وأوبستي Code والدكتور جون يتكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White and Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لاستيق من أمريكا أخصائي الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيي وبرأيي الشخصي هذا الكتاب Metabolical هو بالنسبة لي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا